موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم و أهلا بكم في آخر طبعة إنعقدت الجلسة الثالثة من الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في لبنان ضمن أجواء إيجابية لكن دون تطرق بعد إلى ملفات حساسة وخلافية القرار في رفضها أو قبولها يتخذ خارج حدود لبنان فأي أفق للحوار وسط تعقيدات المشهد الإقليمي وهل تطبيق الخطة الأمنية في سجن رومي كان نتاج التقارب بين حزب الله والمستقبل أم أنه يعكس إرادة دولية وإقليمية بالقضاء على الإرهاب في لبنان عقب أحداث فرنسا وبدء الحملة على الإرهابيين في أوروبا وكيف سينعكس هذا الحراك الأوروبي على الأزمة السورية هذه الأسئلة وغيرها سنحاول طرحها في هذه الحلقة مع ضيفنا الدكتور وسيم بزي محلل سياسي لبناني وإذا ساعدنا الوقت بالطبع سنسأل أيضا عن تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوضع فيتو على أي قرار جديد بفرض عقوبات على إيران لإعطاء المفاوضات النووية فرصة ماذا يعني هذا التهديد وما تأثيره على الملفات الإقليمية وعلى التقارب الأمريكي الإيراني عنوين سنبدأ بطرحها خلال هذه الحلقة مع الدكتور وسيم بزي بداية دكتور يعني كان هناك مقابلة أجراها الزميل غسام جدو مع سمحة الأمين العامة لحزب الله السيد حسن نصر الله وأشار إلى عدة نقاط رئيسية نقاط متعلقة بالشأن الداخل اللبناني وبالصراع مع إسرائيل وأيضا نقاط متعلقة بالشأن السوري وبعض تلك النقاط كانت متعلقة بالشأن الأقليمي كيف قرأت ما بين السطور في هذه المقابلة صباح الخير لإلك لقناة الميادين وللمشاهدين من خلالكم واضح أستاذ ملحم أن هذه المقابلة تسجل لقناة الميادين وللأستاذ غسام بن جدو أنها ظهرت واحدة من أهم الإطلالات لسماحة السيد حسن نصر الله في لحظة شديدة الاستقطاب وشديدة الحرص على ما تقوله هذه الشخصية المؤثر جدا في ملفات لبنان والمنطقة والمنخرطة في معركة الجغرافية السياسية التي تخاض في منطقتنا لإعادة قولبة المنطقة والمعبرة عن وجود محور أعاد السيد نصر الله في مقابلته على تأكيد وجود محور المقاومة بين مزدوجين وأعاد رسم معادلات جديدة لهذا المحور إحدى أهم ما قاله وقال شغلات كثير مهمة أحدى أهم ما قاله أن الغارات التي قد تتعرض لها سوريا من قبل العدو الإسرائيلي في المرحلة المقبلة قد يكون محور المقاومة ككل وليس سوريا فقط معنيا بالرد على هذه الغارات وبالتالي واضح أنه سعى إلى رسم معادلات ردع جديدة في المعركة المستمرة مع العدو الصهيوني وأدخل عناصر جديدة على معادلة الردع وأغرق في المس بوعي الإسرائيلي الذي كان يستمع بكثير من الانتباه والحرص إلى ما يقوله هذا القائد المتميز بالتأثير نفسيا على المستمع الإسرائيلي بشقيه المدني والعسكري والبحثي وقدم مرة أخرى دليلا على أن شخصية سماحة السيد وصلت إلى هذا المستوى من الخبرة والثراء في المعلومات والقدرة على التحليل إلى درجة أن ثلاث ساعات كاملة على الميادين لم تبخس على أي مستمع لحظة من ملل وحافظت على مستوى من القراءة والتشويق أعطت هذه الشخصية مزيدا من الاهتمام على مستوى لبنان والمنطقة والعالم هذا الكلام المتعلق بأن المحور المقاومة هو معني بالرد على إسرائيل في حال تعرضت سوريا لهجوم إسرائيلي ألن يؤثر هذا الكلام برأيك على العلاقة بين الحزب وبين بعض الأفريقاء السياسيين في الداخل اللبناني؟ أنا برأيي أستاذ ملحم أن هذه المقابلة كانت ما فوق لبنانية والإشارة الأساسية التي يمكننا استنتجها من سؤالك أن سمحت السيد بدأ متحررا من الاعتبارات اللبنانية الضيقة وأصبح يملك من الهوامش ومن القدرة أنه يفصل تماما بين اعتبارات الداخل اللبناني التي من الواضح أنه جرى ضبطها ضمن معايير معينة وقدرة على الانطلاق إلى ساحات أخرى بدأ واضحا أنه يعبر عن قدرته المباشرة على التأثير فيها سواء بما يتعلق بالصراع مع العدو الصهيوني سواء بما يتعلق بساحة سوريا وانخراط الحزب المباشر فيها سواء بما يتعلق بدخول عوامل جديد تهديدي لهذا الكيان من خلال موضوع الجليل وما بعد الجليل كما تفضل بالمقابلة تأكيد على امتلاك صواريخ فاتح 110 الموقف القاسي الذي قارب فيه المملكة العربية السعودية واضح أنه مفصول عن التأثير على الحوار الداخلي اللبناني موقفه من قضية البحرين بدأ أكثر إصرارا فيه عن التعبير عن ما عبر عنه وبالمناسبة رغم الحمل العربي والجامعة العربية وبيان وزراء الخارجي العرب واضح أنه مقاربة سماحة السيد لقضية البحرين تستبطم مجموعة من الرسائل التي لها علاقة بتداخل ملفات المنطقة الواحد مع الآخر لكن هل يصح اسمح لي في هذه النقطة لأنه نقطة جدلية كثيرا صحيح هل يصح مقارنة البحرين بالكيان الإسرائيلي؟ يعني بمنطق على مستوى الممارسات أنا خليني أنا وياك نخفف من وطئة الأمر أكيد البحرين هي دولة عربية بالنهاية لكن هو حينما وصف مسألة أن تجلب مستوطنين وتفرضهم على شعب وتغير من النسيج الديموغرافي لهذا الشعب بالمناسبة أستاذ ملحم منذ ما قبل الثورة الإيرانية الذي كان يدير المخابرات البحرينية هو شخص إنجليزي معروف واسمه وارد في كتب وبالتالي يعني حتى بداية التسعينات يمارس هذا الدور وبالتالي مسألة اصطناح حضور الأجنبي في الوطني البحريني مسألة تحتاج إلى نقاش وبالتالي منطق الاستيطان الأجنبي في البحرين هو الذي سمح لسماحة السيد بالمقارنة والمسألة ليس لها علاقة بجذور البحرين العربية وبانتماء البحرين للعالم العربي كدولي لكن المسألة مجازا أنا برأيي وصفت من خلال استحضار الأجنبي وتجنيسه للمس بالتوازن الديموغرافي للوطني البحريني والأهم لضرب التاريخ الوطني لهذه الدولة التي كانت أول من استحضر الديمقراطية إلى الخليج العربي عام 1971 طيب لماذا لم تفهم الرسالة بهذا الشكل الذي وصفته حضرتك؟ المسألة إلى علاقة بالأذن كيف تريد أن تسمع ولأنه نحن بلحظة صراع يشكل ملف البحرين جزء منه بشكل أساسي ولأن الغرب قارب قضية البحرين بمنطق المعيارين والمكيالين ولأن كل قيم الديمقراطية التي ينظر لها وصلت إلى الباب البحريني وتوقفت ولأن دبابات السعودية ومجلس التعاون الخليجي غزت البحرين وقهرت شعب البحرين هم لا يريدون أن يأخذوا هذا الكلام على محمله الحسن وأخذوه بالإيطار الاشتباكي وأعطي المعنى الذي يراد له أن يغطي على المعاني يعني هناك هدف لهذا التطخيم وهذه المبالغة اسمح لي أن أتوقف مع عنوين الصحف العربية ومن ثم نعود لمتابعة هذا الحوار نعم السلام عليكم نبدأ عنوين الصحف العربية لهذا اليوم مع صحيفة السفير اللبنانية نقرأ في العنوان الأول حوار وعين التيني للحد من الخطاب المذهبي وتغطية لكل الخطة الأمنية مأزق القلمون خلايا انتحارية تهدد الشمال ولبنان بوادر حمام دم بين داعش والنصر في الغوطة البنتاجون تدريب المسلحين ينطلق قريبا نقرأ أيضا في صحيفة السفير قرار يثير جنون إسرائيل محكمة دولية تفتح طريقا للتخليق إلى صحيفة الرأي الأردنية ونقرأ في عنوانها الأول الأمم المتحدة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني دخل في المجهول الجنائية الدولية تفتح تحقيقا أوليا حول جرائم في فلسطين تحت شعار إلا رسول الله مسيرات في عدة محافظات تندد بالإساءة للرسول الكريم ننتقل إلى عنوين صحيفة الأخبار المصرية في العنوان الأول غدا لقاء الأحزاب حول القائمة الموحدة والجنزوري لن يحضر الرئيس خلال استقباله أكبر بعثة اقتصادية بريطانية استقرار مصر لصالح المنطقة كلها ننتقل إلى صحيفة شروق التونسية وأيضا مجموعة من العنوين كتيبة عقبة بالنافع تهدد باختيال بن جده لقمان أبو صخر يعترف بقتله أعوان حرس سيدي علي بن عون ونقرأ أيضا في شروق الصيد مصر على إعلان حكومته الأسبوع المقبل ويطلب من النهضة أسماء مرشحها ننتقل إلى صحيفة الوسط البحرينية الداخلية توقف أشخاص تواجدوا بالسوريا يشتبهوا باتصالاتهم بجهات إرهابية أوباما وكاميرون يرفضان عقوبات جديدة على إيران ونقرأ أيضا في صحيفة الوسط بلجيكا في تأهب واعتقال خمسة عشر بمداهمات لمكافحة الإرهاب إلى عنوين صحيفة الشرق الأوسط احتجاجات في العالم الإسلامي على الرسوم المسيئة وهيئة كبار العلماء بالسعودية تندد باستمرار نشرها حملة اعتقالات أوروبية في صفوف المتشددين وجه رسالة لشرق الأوسط من سجنه الشديد الحراسة رئيس مجموعة إعلامية تركية إردوغان يدمر بسرعة المكاسب الديمقراطية عندما يرغبون في منع النشر يزعمون خطورة الخبر على الأمن القومي كيف يقتل البيت الأبيض أخبار الصحافة ونقرأ أيضا في الشرق الأوسط قال إذا وجدنا خيانة من الجيش فترحموا على النفط زعيم قبلي بمأرب للشرق الأوسط حشدنا 14 ألف مقاتل ونختم مع صحيفة الأنباء الكويتية في عنوانها الأول مجلس الوزراء عمم على الجهات الحكومية ضرورة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة في مدة لا تتعد شهرا الموارد تبحث البديلة الاستراتيجية غدا بحضور الحكومة ونختم أوباما التطرف العنيف ليس تهديدا وجوديا وسنهزمه اعتقال العشرات في فرنسا وبلجيكا وألمانيا إثر تهديدات بهجوم وشيك في أوروبا هذا برز مجاء في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم عود إليك ملحم بأمان الله شكرا للزميلة بيسان طراف على هذا الاسترات السريع ليعنوين بعض الصحف العربية دكتور في أشياء لبناني بالأمس يعني انعقدت الجلسة الثالثة للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل برأيك هل تمضي أو يمضي الحوار بخطى إيجابية رغم كل العرقيل والاختلافات الشاسعة في موضوع الأزمتين أزم السورية والأزمة البحرينية بين حزب الله وتيار المستقبل أنا سمعت مقدمتك حول موضوع الحوار هذا الحوار لم يكن ليطلق لو أنه لم يخطط له سياقا يسير بالتوازي مع استمرار الاشتباك في لبنان والمنطقة لكن واضح أنه يراد لهذا الحوار وظيفة لبنانية محددة سيد ملحم هي البحث عن قواسم مشتركة بين الفريقين الأساسيين المعنيين بالاشتباك وهما بالنهية يعبران عن وجهتين نظر على مستوى الإقليم يعني يراد إقليميا أم داخليا؟ لا واضح أنه هذه السيرورة التي تسمى الآن الحوار بين المستقبل وحزب الله لم يكن لها لتكون وتستمر بظل كل هذا التعقيد لو لم تكن محصنة بقرار سعودي إيراني بمكان ما يراد له أن يحفظ نوع من عناصر التبريد على الواقع اللبناني في لحظة صعدة فيها الإرهاب الذي شئنا أم أبينا أصبح قاسما مشتركا يعني الجميع وهذا فيه انتصار لوجهتين نظر الإيرانية والسورية ولكل محور المقاومة حينما نظر باكرا لهذا الإرهاب في جنيف 2 ورفض الجميع القبول مع الرئيس الأسد بأن هذا الخطر يتهدد الجميع وها نحن نشهد الآن اتساع مساحة الاستهداف لتشمل ساحات أوروبا كلها لبنان الآن الواضح أنه هناك رغبة دولية إقليمية تريد أن تحافظ على قشرة الاستقرار في هذا البلد وأن تبقي حجم دخوله في آتون النار السوري العراقي ضمن معايير محددة خاصة أن الاستثمار على لبنان في النيل من سوريا قد سقط رغم الاختلافات فيما يتعلق بقرار السلم والحرب ورغم الاختلاف أيضا على رئيس الجمهورية رغم الاختلاف على مشاركة حزب الله في ساحة سوريا كل هذه العناوين لا تطرح في الحوار هذه العناوين منذ البداية حينما وضعت أجندة الحوار وبالمناسبة أنا عم بيشف لك معلومة هنا أن الحوار وضعت له أجندة والذي وضع أجندة هذه الحوار لقاء استمر ساعتين بين الرئيس نبيه بري والرئيس السنيورة والسيد نادر الحريري ثم استبعد الرئيس السنيورة لاحقا عن أن يكون شريكا ضمن وفد المستقبل الثلاثي أجندة هذا الحوار وضعت كل العناوين التي تفضلت فيها جانبا لأن عملية الوصول إلى تفاهم في هذه اللحظة حول هذه العناوين في ظل استمرار الاشتباك الإقليمي هو أمر مستحيل الموضوع فقط متعلق باستقرار لبنان إذا بدك الذي يخدم هذا الاستقرار ثلاث أربع عناوين صغيري هي تبريد المناخ السني الشيعي ويسمى بتخفيف الاحتقان لبيطلع عن هذا العنوان مثلا وقف الحرب الإعلامية محاولة نزع الأعلام من الشوارع بعض العناوين التفصيلية لكن العنوان الأساسي الذي نحن نذهب باتجاهه هو الإرهاب وقوف الجميع في وجه الإرهاب وانت تفضلت بالمؤدمة وقالت أنه بلشت فيه نتائج محسوسة نشهد نتيجة هذا التعاون سنتحدث عنها مثلا ما جرى في سجن رومي والخطة المتوقعة الخطة الأمنية في البقاء الشمالي سنتحدث عن هذه النقاط ولكن اسمح لي لنمضي بشكل تدريجي موضوع انتخاب رئيس جمهورية هو أيضا موضوع مهم وحساس جدا وأنت تعلم بأن الأمن مرتبط بالسياسة في لبنان طالما يوجد شغور في بعض المراكز مثل منصب رئيس الجمهورية أكيد الأمن سيبقى متزعزعا هل يوجد إرادة دولية الآن لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان تحديدا أتحدث هنا عن إرادة سعودية إذا بدنا نشوف السعوديين المعايير التي وضعوها لموضوع انتخاب الرئيس في مسلمتين حاسمتين بإلا كيون وضعت السعودية فيتو مباشر على انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية وهذا أدى إلى إفشال الحوار بين الطيار المستقبل والطيار العوني سعودية ترفع شعار رئيس طوافقي للبنان وهذا يمس فكرة حقيقة المرشح القوي الذي يمكن أن يمثل المسيحيين وهذا اللي عملك يوجد عقدي في الملف لذلك ليس هناك انتخاب قريب لرئيس جمهورية لا تزال هذه العقد موجودة رغم التقارب بين حزب الله وطيار المستقبل وأنت تحدثت أن هذا التقارب هو بمباركة وإرادة دولية أنا بحيلك لكلام سمحت السيد أول أمس في مقابلة الميادين عن موضوع الرئاسي الأولى حينما قال إن مرشحنا هو العماد ميشيل عون ومن يريد أن يبحث هذا الأمر يذهب إلى العماد عون كونه المرشح الأكثر تمثيلا والأوسح حضورا على المستوى الشعبي وبالتالي هذا معناه أيضا أن هذا الملف مرتبط بعموم الملفات الكبرى المعقدة في المنطقة وتحديدا بالملف السوري وحينما شكلت حكومة تمام إسلام الحالية كل القوى الإقليمية والدولية التي رعت تشكيلها كانت تدرك أن هذه الحكومة وظيفة الأساسية هي الإمساك بصلاحيات رئيس الجمهورية وأن لبنان ذاهب إلى فراغ طويل مرتبط بأزمات المنطقة والواقع الحالي يعبر عن ذلك طيب هل ترى أي علاقة بين الحوار الذي يجري بين حزب الله وطيار المستقبل والحوار الماروني الماروني الذي يجري بين القوات اللبنانية والتيار وطن الحر العلاقة محكمة وطبيعية جدا بأي معنى في وعي أساسي يقلك القثير اسمه التحالف الرباعي الذي جرى عشية استشهاد الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 وهذا التحالف شكل في ذلك الوقت من أربع قوى إسلامية الآن الحوار الماروني الماروني أهميته أنه ينزع عن حوار المستقبل حزب الله أي رغبة وقدرة للأمانة الرغبة غير متوفرة بأن يلعب طيار المستقبل وحزب الله دور اختيار الرئيس نيابة عن المسيحيين ولكن أعتقد أن الطيار المستقبل له تأثير على الأقل صحيح وحزب الله راه تأثير أيضا في هذا المجال لكن هذا ملف مسيحي من ضمن الطبيعة اللبنانية للنظام السياسي لذلك حوار العماد عن القوات اللبنانية مهم لأنه يأتي بالتوازي مع حوار المستقبل حزب الله ويمكن أن يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تقاطع ما أو تكامل ما يعني وكأنه انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان هو قرار مسيحي محط ولكن أنت تعلم أنه قرار داخلي اللبناني بالتوافق جميع الأطراف السياسية في لبنان ضمن إرادة دولية معينة صحيح لكن البذر الأساسي التي تنطلق منها المقاربة هي أن هذا الرئيس آخر دولي في منطقة الشرق الأوسط وهذا المشرق لا زال رئيس مسيحي يقود وبالتالي هذه رمزية في هذه اللحظة في ظل الحمل التي تجتاح الوجود المسيحي بالمنطقة يجب أن تحترم ولو معنويا أستاذ ملحم لذلك نعم بما أنه في رئيس حكومي يقرر المستقبل من يكون ورئيس مجلس نواب يقرر الطرفين الشيعيين من الطبيعي أن يكون للمسيحيين الحق باختيار من يرونه الرئيس الأقوى لتمثيلهم في هذه المرحلة الحساسية طيب ضمن الحوار المسيحي المسيحي كان هناك أطراف مسيحية فاعلة على داخل المجتمع اللبناني لم تكن مشاركة ولم تكن مدعوة وأيضا لا علم لها بالتفاصيل الصغيرة التي جرت بهذا صحيح طيب عدم دعوة تلك الأطراف هل سيؤثر سلبا على الحوار المسيحي المسيحي حتى كمان نحن هنا أستاذ ملحم من بالغ بتوقعاتنا من هذا الحوار واضح أنه في خلاف رؤيوي منهجي يحكم التناقض بين الفريقين المتحاورين اللي هن يعونوا القوات وأيضا عدم وجود حزب الكتائب وقوى مسيحية أخرى هذا مؤثر لكن بالنهاية هذا الحوار هو محاولة استكشافية جس نابض وأيضا تعويضية عن عدم وجود المسيحيين في حوار المستقبل حزب الله جيد وطنيا أن يسير هذين الحوارين في توقيت واحد إذا قدر للحوار الثاني أن يسير لكن لا أتوقع أنا أن نصل إلى نتائج تسمح بالنهاية بتجاوز الخلاف الرؤيوي والعامود ولكن النتيجة مهمة كي لا يصدم الشعب اللبناني بفشل هذين الحوارين لأنه أيضا النتيجة العكسية سيمكن أن تستجلب ردود فعل عكسية لذلك أنا قلت لما سألتني عن حوار المستقبل حزب الله أنه لم ينطلق ليفشل وأنه هناك حد أدنى من العناوين سيتم التفاهم عليها وستحكم انضباط البلد ضمن منطقة الحد الأدنى من الاستقرار المطلوب اسمح لي أن أتوقف دكتور مع عفاص القصير ومن ثم نعود لمواصلة هذا الحوار مشاهدين الكرام ابقوا معنا من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام وأوجد تحيب أيضا بالدكتور وسيم بزي الذي يرافقنا في هذه الحلقة من آخر طبعة ولكن قبل استكمال الحوار نتوقف مع فقرة إقراء الحدث ومن ثم نعود الحياة أمريكا تحاول استنسخ التجربة العراقية أكدت مصادر أمريكية للصحيفة أن الغرد من محاولة نشر أكثر من 400 جندي لتدريب مقتلي المعارضة السورية هو محاربة تنظيم داعش ومجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة ومحاولة نسخ التجربة العراقية مشيرة إلى أن بين معضلات واشنطن في سوريا اليوم عدم موجود شريك فاعل على الأرض وجاء ذلك بعد يوم واحد من اجتماع مسؤولين أمريكيين مع قيادة الائتلاف الوطني السوري المعارض في إسطنبول وأوضحت أليسا سميث الناطقة باسم البنتاجون كانت هذه الاجتماعات التمهيدية خطوة مهمة فيما نستعد مع شركائنا الدوليين لإطلاق برنامج التدريب والتجهيز في الرابعة ضمن خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتدريب 15 ألف مقاتلا في ثلاث سنوات لوقف تقدم داعش الأخبار اللبنانية هل قررت جبهة نصر طوريط مخيم عين الحلوي؟ مشكلة المخيم الرئيسية أنه لم يكد يسد ثغرة الخلاف بين حركة فتح والإسلاميين حتى تشتت حركة فتح نفسها مفسحة المجال للخروق الأمنية فيه والأخطر أن الانقسام الفتحوي الجديد هو نتيجة للدور المشبوه الذي يؤديه القيادي فتحوي مفصول من الحركة محمد دحلان في هذه البيئة الهشة يستعيد شاد المولوي ومن يقف خلفه في جبهة النصر تجربة عبد الرحمن عوض الذي أدار مع عبد الغني أجوهر تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش في الشمال عام 2008 خلال الأيام الماضية باشرت الدولة اللبنانية اتصالاتها بالقوى الفلسطينية وزير الداخلية جزم بأن المخيمة لن يبقى مكانا آمنا لهذه المجموعة لكنه كما القيادات المعنية في أمن المخيم في الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى يعي خطورة وضع عين الحلوي وينبه مسؤولون أمنيون من أن يكون هدف جبهة النصر استدراج الحكومة اللبنانية إلى معركة في المخيم أو إلى احتراب فلسطيني فلسطيني وتكرار تجربة مخيم اليارموك في سوريا وتركز الحوارات مع القيادات الفلسطينية حاليا على ضرورة إظهار الحد الأدنى من الوحدة بين الفصائل قبل بدء الحديث عن عملية جراحية تؤدي إلى القضاء على هذه المجموعة لوفيجارو نحو ثلث المقاتلين الأجانب في داعش أوروبيون الضربات الجوية الغربية ضد داعش لم تبطئ من عملية تجنيد المقاتلين الأجانب بل على العكس ألف مقاتل أجنبي ينضمون شهريا إلى داعش وفق إحساءات أمريكية حديثة نحو عشرين ألف أجنبي من ثمانين دولة يقاتلون في صفوف التنظيم ما بين ثلاثة ألاف وخمسة ألاف منهم جاءوا من أوروبا من بينهم ألف وأربعمائة فرنسي وسبعمائة بريطاني وستمائة ألماني وأربعمائة بلجيكي أكثر من خمسمائة أوروبي عادوا إلى بلادهم في فرنسا مراقبة كل عائد تحتاج إلى ما بين عشرين وثلاثين شرطيا هذه المهمة تفوق قدرات القوات الأمنية التنظيم يضم أيضا مقاتلين من تونس والسعودية والأردن والليبيا والمغرب وغيرها من الدول العربية إضافة إلى مقاتلين من روسيا وكزاخستان بعض الجهاديين جاءوا أيضا من السويد وكوسوفو والبوسنة لدوافع مادية هذا إضافة إلى نحو مئة مقاتل من كل من الولايات المتحدة وكندا دكتور أنت تحدثت قبل الفاصل عن أن ما جرى في سجن رومي هو ربما يعني يكون الثمر الأولى للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ولكن هل تشير هذه الخطة في سجن رومي إلى قرار دولي وعربي جاد بضرب الإرهاب في لبنان؟ ما في شك أن إمارة رومي سزم الحم التي بقيت طويلا أمام أعيننا كانت تستظل وتستفيد من الخلاف السياسي الداخلي اللبناني وكانت جزء من أوراق اللعب المتبادل بين الأفريقاء لكن أيضا الموجودين في رومي هم وديعة للغربيين في بلادنا ولا يمكن لقرار سياد لبناني أن يتحكم بمصير هؤلاء بمعزل عن الغرب خاصة أن قسما كبيرا من هؤلاء وصلت إليه أياد الأمن اللبناني عبر معلومات قدمتها أجهزة الأمن الأمريكي والغربي بالتحديد وبعطيك عشرات الأمثل على ذلك من الذين اعتقلوا وتم الوصول إليهم ومنهم نعيم عباس مثلا الذي ساعدت الولايات المتحدة بالوصول إلى هؤلاء لكن ليس هناك من شك أن المناخ المتأتي عن الحوار بدأ يسمح بالتخلص من الأوراق التي كانت قائمة نتيجة الصراع وأحد هذه الأوراق هو إمارة رومي لأنه من داخل هذا السجن نفذت عمليات كثيرة ليس آخرها بعد المحسن في العشرات من العمليات كانت تدار بعمليات إذا بدنا نفتح نحن الفضائح المتأتي عن عملية رومي وكيف أدخل ما أدخل وكيف سمح بالذي سمح علما أن الذين اقتحموا وكيلت لهم المدائح من القوى الأمنية هم نفس الأجهز والمؤسسات التي رعت الإمارة وهذا مضحك مبكي ولا أريد أن أسمي بهذا المجال لكن نحن منذكر أنه نمدح عند الإنجاز ومننسى أنه نقول طيب هذا الأمر كيف كان صاير هاك وتحت رعاية مين طيب دكتور لنفترض أن أسطورة سجن رومي انتهت كما قال بالحرف الواحد وزير الداخلية نهاد المشنوق ولكن ماذا بشأن مخيم عين الحلوي وهو المغذي الأساسي للإرهابيين خاصة في منطقة تعمير أنت تفضلت قبل قليل أنا سأكشف لك معلومة أن تورط عين الحلوي في عملية بع المحسن من خلال الإدارة والتحكم الذي مرسه شاد المولوي تحديدا والذي هو موجود بعين الحلوي بينما مسألة وجود أسامة منصور بعين الحلوي لازالت موضع التباس وشك بالمعلومات عم بحكي لكن عين الحلوي الآن وهذه معلومة هو أول عنوان على الطاول الأمني اللبناني وقد عبر وزير الداخلية عن هذا الأمر بشكل غير مباشر علما أن عين الحلوي مسؤولية الجيش اللبناني هون بالمناسبة بالتقسيم الأمني والمخابراتي للأمور لكن عين الحلوي هو أزمة مركبة فيها مجموعة عنوين أولا في تواجد فلسطيني في فوقه تواجد لمهجرين فلسطينيين من سوريا وسوريين يجعل الاقتضاظ هائل جدا في عنا نموذج نهر البارد بعده حي قدامنا في صراع فتح الداخلي بين طرفين نقيض محمد دحلان والسلطة واللي بعبر عنه اللينو داخل عين الحلوي في دور عصبة الأنصار المركزي والمتعاون إلى حد كبير مع الدولة بإدارة القوى الإسلامية داخل المخيم هون العصبة ستكون أمام تحدي أن تثبت أن هذا التعاون مع الدولة هل يصل إلى حدود أن جراحيا تعالج بسألة وجود هؤلاء الإرهابيين بعدين ما هو إنعكاس دخول الدولة إلى عين الحلوي على مسألة الوجود الفلسطيني بلبنان وارتباطه بحق العودي جيد مجموعة أسئلة مهمة ولكن هل هناك قدرة لوجستية لنتحدث عن القدرة قدرة لوجستية للجيش اللبناني للدخول إلى مخيم عين الحلوي وهل هناك أيضا قدرة على اتخاذ قرار بهذا المستوى من قبل الحكومة هذا سؤال كثير مهم قرار الحكومي مرتبط بضوء أخضر إقليمي غربي بكل أسف ومرتبط بالتوافق الداخلي أنا برأيي أنه اقتربنا جدا من أن نحصل على هذين الأمرين التوافق الداخلي من خلال الحوار مكرس الوزير المشنوع عبر عن هذا الأمر والتوافق الإقليمي الدولي أيضا متوفر مدام بدأ عين الحلوي ينتقل بالنسبة للإرهابيين من كونه ديبو يعني مخزن منتهي الصليحي لبن فقط دوره على ساحة لبنان بروح بيعود بعين الحلوي وبين أن يكون ساحة لممارسة الفعل الإرهابي واضح أنه أداء شاد المولوي عم بيحول عين الحلوي إلى ساحة فعل بالمحيط اللبناني الأوسع وبالتالي توفر هذين العاملين مع القدرة اللوجستية الموجودة للجيش والدولة للدخول عسكريا إلى المخيم لكن أنا هنا في مسألة مهمة لا يمكن الدخول إلى المخيم إلا من خلال تعاون قيادات المخيم وشعب المخيم والإدارة السياسية للمخيم على مستوى السلطة وعلى مستوى القوى الإسلامية مؤثري بعصبة الأنصار لمحاولة اجتثاث جراحيا هذا الورم والحفاظ على أمن سكان المخيم ولكن ألا تعتقد دكتور بأنه دخول الجيش إلى مخيم عين الحلوي حتى لو كان هناك تعاون من قبل بعض الفصائل داخل المخيم سيجر بالتالي إلى حرب بين المخيمات والجيش هذا محظور كبير للأمان الإدارة الأمنية للدولة اللبنانية ممثلة ببدير المخابرات في الجنوب بالعميد علي شحرور بفترة انتدت تصل إلى سبع سنوات نجحت بمقاربة تسمح بالحفاظ على العلاقة المتينة مع المخيم وقواه وبين معالجة الثغرات الأمنية الموجودة لذلك أنا مع أنه تأديري للخطر اللي أنت عم تتفضل فيه بسؤالك برأيي أنه عندنا من الإرث الإيجابي ما يسمح لنا بتحقيق الإنجاز دون الدخول في الخطر الكبير اللي أنت تفضلت فيه بسؤالك ألا تجد تقصيرا من قبل الفصائل الفلسطينية المتواجدة فيها المخيم؟ أكيد في كبح جماع هذه الظاهرة مية بالمية أستاذ مرحبوك كل ما يقال ومنسمعه من تصريحات من اللجان الشعبية ومن المعنيين بحركة فتحه بالكفاحة المسلح هو عملية توليف للواقع السيء عمليا الفصائل إما عاجزة أو أنها لا تريد أن تخرج هؤلاء الإرهابيين ولكن هناك عامل ثالث ربما الخشية من الحرب الفلسطينية الفلسطينية داخل المخيمات يعني لما بصير أمن المخيم والأمن الفلسطيني العام على مستوى لبنان هو المقابل أنا برأيي المخاطرة بهذا اللي أنت تفضلت فيه بيكون أقل كلفة من الخطر الأكبر الذي يدهم المخيم الآن ورح تكتشف أستاذ ملحم قريبا جدا أنه سيكون هناك تعاون وطني فلسطيني جامل لإخراج الإرهابيين حينما يتأكدوا أن القرار الإقليمي المحلي باجتثاث هذا الإرهاب قد اتخذ وهذا ما سنشهده قريبا جدا طيب لننتقل قليلا الموضوعات كلها يعني مرتبطة ببعض البعض ولكن فيما يتعلق بما حصل بفرنسا بعد حادثة شرلي إبدو وبعد ما حصل بالأمس في بلجيكا أيضا وما يحصل في بعض الدول الأوروبية الأخرى هل تعتقد بأن الغرب أصبح جادا الآن في مكافحة الإرهاب في المنطقة؟ أنا متأكد أن مرحلة الترف بالتعاطي مع دور الإرهاب في منطقتنا والاستثمار على هذا الإرهاب والتي لعبها الغربيون بكل تنوع على مدى أربع سنوات ومحاولة مقاربة أزماتنا من خلفي أمني والتعاطي معنا بمنطق المطحنة بمعنى إرسال كل الإرهاب الذي لديهم ليطحن في بلادنا هم اكتشفوا الآن أن هذه المرحلة وصلت إلى الذروي وأن مرحلة الحصاد بدأت تؤمن طريق العود لهؤلاء وبالتالي الأوروبا الآن هي ساحة فعل إرهابي متسع ونحن سنشهد دخول المجتمعات الأوروبية أمام تحدي العلاقة مع البيئات الإسلامية ومحاولة الفصل بين المفهوم الإرهابي الذي يقدم للإسلام وبين وجود المسلمين على أرض أوروبا وهذا يقتضي من القيادات العالمية لهذا الغرب بمفكريه وسياسيه وأمنيه أن ينظروا إلى حقائق الخطر الذي وجدوه وزرعوه واستثمروا عليه وأن هذا الأمر قد وصل جديه هذا ما يجب أن يفعلوه ولكن ما يفعلوه الآن أنا خوفي أن سياسة المكابرة والهروب إلى الأمام وعدم التسليم بسهولة بالقدرة على الإنعطاف لأنك أنت نظرت لخطابك أربع سنوات والآن ظهر سقوط هذا الخطاب ما بيقدروا دفع وحدي ينعطفه نحن أبلانين أن نتفهم قدرتهم البطيئة على الإنعطاف لكن لم يعد لديهم برأيي أنا أستاذ ملحم خيارات طرفية وأصبح الاختيار نابع من قلب النار المشتعل عندهم وهذا سيفرض عليهم ولو بهدوء مقاربات جديدة تسلم بالحقائق التي كنا نقول عن تآمر الغرب الأمريكي والأوروبي على مجتمعهم إذن الاستدارة ضرورية ضرورية ولكن المتابع للتصريحات الفرنسية والأمريكية لسيما التصريحات الفرنسية يبدو أن فرنسا مستمرة في دعم ما تسميه هي والإدارة الأمريكية بالمعارضة المعتدلة في سوريا ولا تزال تساوي بين الرئيس سوري بشار الأسد وتنظيم داعش على نفس المستوى وفي نفس الميزان وهذا أشار إليها هولاند في تصريحاته الأخيرة صحيح لا يبدو أن هناك تغيير أنا موافقك بالنسبة لهولاند بالتحديد رئيس فرنسي مستوى شعبيته الآن باستطلاعاته هن 12% حزبه الاشتراكي ولد ونظرته إلى مشرقنا نبعت من رحم الفكر الصهيوني تاريخيا حزبه الاشتراكي ثلاثة عدم وجود بداء الحقيقية يعولون عليها في هذه المعارضة المتشضية والمنقسمة والممزقة وسمحت السيد بمقابلته أول مبارح سمحت السيد مع الميادين بوضوح قال لهم في الجيش السوري والدولي وفي داعش والنصرة ليس هناك وجود حقيقي لأي معارضة يعولون عليها وأنا إذا بدي أكشف قدامك هلأ شو عم بصير داخل المعارضة السورية على أبواب لقاءات القاهرة بواحدة وعشرين واثنين وعشرين وعلى أبواب لقاءات موسكو بسبعة وعشرين وثمانين وعشرين نحن نشهد مجيد من التشضي والتفكك لهذه المعارضة وبالتالي الرؤية الغربي تحافظ على الشكل لكنها تدرك عدم وجود مضمون فعلي لرهانية على معارضة المعارضة مزيد من التشضي كيف؟ بأي معنى؟ يعني فيما يتعلق بلقاء موسكو حقيقة الاتلاف قاطع اللقاء هناك شروط من قبل هيئة التنصيق وأنت تعلم بأن هذين الفصيلين هما أكبر فصائل المعارضة السورية صحيح سيد ملحيم فالسرك ليش التشضي؟ هيئة التنصيق الآن تتوجل مسؤولية أن تتقدم لكي تتحول إلى حالة فعل بعد أن كانت حالة تلقف للفعل بمعنى أوضحة كان كل التركيز الغربي بمرحلة جينيف واحد وجينيف اتنين على الهجين المسخ الذي لم يستطع أن يتلاصق مع بعضه نتيجة الاستثمارات المتعددة بداخله وأعني به الاقتلاف وبالمناسبة سيد روبينشتاين مسؤول الأمريكي للملف السوري نعى في لقاءات جانبية هذا الاقتلاف وقال أن الولايات المتحدة لم تعد معنية فيه ووصول الرئيس الحالي للإقتلاف السيد خوجة وهذا أمر تم التحضير له على مدى ثمانية أشهر والصراع الحقيقي الآن الذي يصير هو صراع سعودي مصري من جهة وتركي قطري من جهة تانية على استقطاب المعارضة الخارجية من اسطنبول إلى القاهرة هذا يعني مزيد من التشظي بالإضافة إلى رفع مستوى دور هيئة التنسيق ومحاولة جعلة بقلب الحدث كبديل للإقتلاف وهذا ما تشعر الهيئة بالإرباك خلال قدرتها على أن تكون بمستوى هذا التحديد أنت تحدثت عن صراع بين اتجاهين أو بين محورين تركي قطري وسعودي مصري أكيد ولكن قطر بعد المصالحة الخليجية الخليجية وبعد التقارب مع مصر ألا ينبغي أن تكون قد غيرت قليلا في هذا الاتجاه على الأقل في تعاملها مع تركيا اتجاه الحركات الإسلامية أنا رحل لك هون معلومة وتحليل القطريين ضبطوا مرحليا وفق قرائتهم وموضعيا تحت الرغبة والضغط السعودي مع استمرار إيمان ورهان على مشروعهم الحقيقي وهو المشروع المندمج مع الأتراك في الرهان على الإخوان المسلمين على مستوى المنطقة يعني كنتم تضحك على السعودية؟ لا هني عم بيجربوا يمرروا اللحظة الحالية بأقل قدر من الخسائر مراهنين على خلافات قد تتعرض لها المملكة ونيران جزء منها داعشي وجزء منه إلو علاءة بصحة الملك واستعار نار الخلاف القدي صراء على الحكم طح والقطري مقدم نفسه وهابيا ومقدم نفسه خليجيا أنه هو المؤهل الوحيد والطبيعي لكي يكون شريكا في الخسف من جزء من قدرة السعوديين على مستوى الإقليم وأن يكون هذا الدور جزء من حقوقه هو لذلك القطري إذا بتلاحظ من جهة استقبل الموفد المصري ومن جهة تاني الأمير تميم طار إلى اسطنبول ليسلي مع أردوغان وهون بعدنا بذروة الخلاف حول مسألة الإخوان ودورهم والقطريين والأتراك لم يتخلوا للحظة واحدة على الرهان على المشروع الإسلام الإخواني بنظرتهم إلى الصراعات الدائرة في المنطقة طيب نحتحدثنا عن الموقف الفرنسي حيال الأزمة السورية أنت رأيت أن هناك استدارة ولكن استدارة بطيئة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي هل ترى هناك مباركة أمريكية للقاء موسكو وماذا تعني لك بالضبط تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن تدريب أو انطلاق تدريب لما يسمى بالمعارضة المعتدلة من الآخر ماذا تعني لمسألة الرهان هي الحفاظ على ماء الوجه الأمريكي أكثر ما هي قدرة حقيقية على إنتاجهم يسعون إلى إنتاج صحوات على غرار العراق هذا يعني اللي سمعناه هلأ بصحيفة الحياة هم يسعون إلى إنتاج صحوات ومحاولة الاستفادة من تدخل الواقع العشائري والعائلي في مناطق التماسل عراقي السوري التي تسيطر عليها داعش الآن لكن قدرة الجيش السوري مؤخرا على هزيم الداعش في حقل الشاعر في ريف حمص الشرقي وردهم في مطار دير الزور واستمرار وجود الجيش السوري في منطقة الحسكي وفي القامشلي برأيي يؤسس لاحقا لكي تكون الكلمة العليا في لحظة الفعل القادم في منطقة الشرق السوري ومنطقة الجزيرة للدولة السورية وأنا برأيي حلف المقاومة اللي كان عم يعبر عنه سمحت السيد بالمقابلة الأخيرة لم يترك ساحات الشرق السوري وسنشهد خلال الشهرين القادمين ما يثبت أن معارك كبرى ستخاذ على أرض العراق ستتلازم معارك كبرى على أرض سوريا في منحن بيان متصل لقدرة هذا الحلف على خوض الحرب الحقيقي ضد داعش والتي تخوضها الولايات المتحدة بجزء البهلوين وتخوض إيران وحلفاء بجزءها الفعلي يعني نهاية هذه التجربة لن تكون ناجحة بفعل المعطيات الموجودة على الأرض لأنه عمليا الرهان الأمريكي على وجود قوة ميدانية تتكامل مع فعل الطيران إذا كان للطيران الأمريكي فعل بالنهاية إذا أنت بتقسم ثلاث سنين على خمسة عشر ألف بيطلع لك خمس تلاف وهذه الخمس تلاف إدام حجم وضراوط المعركة التي تجري على أرض سوريا بتصور هذه مسألة مضحكة سيد مي الحيم علما أن حتى حيدر العبادي والعراقيين يشكون من أن التسليح الأمريكي والتعاون الأمريكي معهم هو مجتزأ وانتقائي وهناك جرعة تحاول الولايات بالأصل التجربة الأمريكية في العراق لم تكن ناجحة من الأساس وهم لم يبنوا جيش ولم يقدموا سلاح وأنا لا أكشف لك سر أن الجنرال سليماني حينما وصل إلى بغداد عشية سقوط الموصل في 30 ألف من الحشد الشعبي كلحظة أولى قبل صدور فتوى السيد السيد ما لأقوله نكليشينات يا أستاذ ملحم وبالتالي إيران باعتراف مسعود البرازاني شخصيا هي التي قدمت المعون الأولى للدفاع عن أربيل وفي قائد كبير بالحرس الثوري قال أن الأخ قاسم سليماني مع 70 من أنصاره حتى أنه الإدارة الأمريكية أعلن تحاول اللعب على الوطر الطائفي بتقديم أسلحة لعشائر الأنبار من الأساس وهذا ما رفضته من الأساس في عندك مشروع الحرس الوطني اللي بده تشريعات من البرلمان كعنصر ارتكاز للإقليم السني بينما العراقي بالدنياء مدموج بالإطار الوطني الأعم لشخصية العراق اللي هني بيطمحوا له على كل حال أشكرك جزيل الشكر الدكتور وسيم بزي المحلل السياسي اللبناني شكرا على هذه المشاركة وبالطبع نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة